تعدل القناتر الخيرية من أهم المزارات في الأعياد المختلفة حيث أن بها ما يزيد عن عشرة حضائق مليئة بالأنشطة للكبار والصغار من أهم هذه الحضائق حديقة لؤلؤة الشرق التي تقع على مساحة 13 فدانا وتتميز بمساحات خضراء وأماكن للإستراحة ومكتبة للأطفال يكتمعون سويا كل عيد يتحركون يلعبون ويأكلون عائلات وأصدقاء خرجوا اليوم إلى الحضائق والمتنزهات ليحتفلوا بعيد شم النسيم الذي يأتي كل عام محملا بنسمات الربيع وألوانه بنيجو كل سنة بنقد اليوم هنا جميل الأطفال بتبقى مبسوطة والزوجة مبسوطة كلنا الحمد لله مبسوطين كل سنة بنيجان يوم حلو يوم كلنا مبسوطين فيه والناس مبسوطة كل حاجة حلوة وتعد القناتر الخيرية من أهم المزارات في الأعياد المختلفة حيث أن بها ما يزيد عن عشرة حضائق مليئة بالأنشطة للكبار والصغار ومن أهمها حديقة القلؤة الشرق التي تقع على مساحة ثلاثة عشر فدانا وتتميز بمساحات خضراء وأماكن للإستراحة ومكتبة للأطفال فضلا عن أشجار معمرة وفريدة ونشاطات أخرى للكبار مثل الصيد بجيب الأسرة كل سنة هنا الأناطر الخيرية بنقعد نلعب هنا بالكور وبنفرح مع جماعة الأخوان المسحين والمسلمين وبنحتفل باليوم ده كل سنة جم أولادنا وأفلنا وأحفادنا ويومنا نحضر هنا وبيبقى يوم جميل جدا العاد بنلعاب طبعا الأطفال ومرحلين ومبسوطين يعني ولا يأتي أي عيد بدون تنصيق وتجهيزات من مختلف الأجهزة المعنية لتأمين المواطنين عن طريق انتشار قوات الأمن لتأمين الحضائق والمتنزهات بالإضافة لتجهيز سيارات الإسعاف للتعامل مع الطوارئ من أجل الحفاظ على حياة وسلامة المواطن كاريم بيبرس التلفزيون المصري